اجتمع شملنا أخيرا ما الذي أخرك أيها القائد الشجاع صارم؟ مشاكل داخلية في الجيش ما هي؟ تكلم الجنود لا يقبلون أن تكون ملكتهم امرأة لا يصح أن تتحدث بهذه الطريقة مع الملكة يا قائد الجيش دعه يا نامق إذن دلني على من هو أحق مني بالحكم أي رجل سيكون أحق بالحكم؟ ما رأيك في كبير المهندسين السيد رشيد؟ رشيد رجل مسن ولا يقدر على قيادة الجيش ليكن إذن نامقه وحاكمنا إنه صدير السن ولا خبرة لا إذن أنت تريد الحكم لنفسك وما المانع؟ هل تقبلون بالسيد صارم ملكا عليكم؟ لا بكل تأكيد الموت دون ذلك أرأيت؟ ومنذ متى يأخذ رأي الناس في من يحكمهم؟ أنت ترفض رأي الحكماء وتقبل برأي الجند الذين يجب عليهم الطاع؟ يا له من تناقض ها قد أفسحت لك الطريق يا سيدي كما اتفقنا أحسنت يا سارم نفذت كل ما طلبته منك وأكثر بقي أن تفي بوعدك يا سيدي تعلن سبأ مملكة تحت حمايتك وتجعلني حاكما باسمك فيها وهل تتصور أنني أثق في من يخون وطنه؟ كان بينما اتفاق قمت بتعديله الآن لا أفهم سأحكم سبأ بنفسي أما أنت لماذا لم تبارزني رجل لرجل؟ المبارزة تكون بين الأكفاء أما الخونة فلا يستحقون إلا الموت بعيدا عن أرض المعركة مولات الملكة المركب ينتظرك عند الشاطئ هل تتوقعين أن أهرب من المعركة يا صبيحة؟ إلى أين تذهبين إذن؟ لا تندفع بجسدك إلى الأمام حتى لا تفقد توازنك هل مولاتي راضية عما وصل إليه مستوى التدريب؟ لا يا عمار أمامنا الكثير الناس متشوقون ليوم استرداد الأرض والكرامة واصلوا التدريب وسأخبركم متى تبدأ المعركة من الذي أتى بهذه الرسالة؟ طفل أصم يا مولاي إذن لن نعرف منه شيئاً هل لي أن أسأل ما الذي أزعجك في هذه الرسالة؟ إنها من الملكة السابقة بلقيس تريد مقابلتي؟ الفلاحون في الحقول يرددون أنها قد صارت امرأة فقيرة تتسول الطعام وتبحث عن حماية هي تستحق أسوأ من هذا أتريد نصيحتي يا مولاي؟ تكلم تزوجها ها؟ تزوجها فتكون لك شرعية في الحكم ويحبك أهل سابق أكثر دعني أفكر في الأمر كنت أعرف أن في الأمر حيلة دافع عن نفسك يا أبا الأبعار سأجعلك جارية في قصري هذا قصري أنا أيها السارق كيف تجعوين؟ ساقط سيفك وساقط عنك حكمك أتوسل إليك أيتها المرأة أقصد أيتها الملكة استرد عرشك وحكمك كما تشاءين ارفع صوتك أيها المحارب حتى يسمعك أتباعك وحراسك إنني أتنازل عن مملكة سابق لصاحبتها الملكة بلقيس بمقابل أن تعفوا عني أنت خنت جنودك وقومك يا أبا الأضعار أتعرف حكم الخائل؟ لا تغطليني أتوسل إليك عفوت عن كل جنودك وتركتك لهم يا لك من ماكرة عاش بملكة بلقيس عاش بملكة بلقيس واستقر الأمر لبلقيس وازدهرت الحياة بفضل العجل والشورى والأخذ بأسباب العلم وعاش أهل سبق في رخاء لم يرونه من قبل ما رأيك يا مولاتي؟ رائع هذا ما كنت أريده بالضبط لقد تكلف العرش ثروة طائلة واستغرق أعواما في بنائه لكنه أعجوبة تستحق التعب جهد عظيم يا رشيد الشعب كله ينتظر عند معبد الشمس لنحتفل بعيد جلوسك على عرش البلاد هل قمتم بتوزيع الحلوى والملابس الجديدة على الفقراء؟ لم يعد في مملكتنا فقير يا مولاتي بسبب تقدمنا وحكمتنا المستمدة منك بل بسبب تشاورنا في كل أمر واختيارنا للرأي الأسوب فرحة اليوم تفوق الجميع وسأسجد للشمس حتى تغيب احتفالا بمولاتي العظيمة ها هي الشمس تتوسط السماء حانت لحظة السجود رأى هذا المشهد واحد من جنود نبي الله سليمان هو طائر الهدهد هدهد؟ كيف يكون الهدهد جنديا؟ كان لسليمان عليه السلام جنود من الإنس والجن والوحوش والطير والريحة سخرها الله لها لقد أحببت تلك الملكة الذكية التي تشاور شعبها لقد كانت بالفعل تملك كل مقومات النجاح والتقدم في الحياة لكنها لم تصل بعلمها هذا إلى معرفة الله فما قيمة العلم الذي لا ينفع صاحبه؟ نعم يا أبي معك حق عمز جوعان أعطيه من العشاب المطحونة كما أمر البيطري وغدا إن شاء الله نكمل القصة